بكم من جديد قضت محكمة جنايات بورس عيدة المصرية بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع و11 قياديا في الجماعة فيما يعرف بقضية أحداث قسم العرب وشملت أحكام السجن المؤبد العضوة في مجلس الشعب المصري السابق محمد البلتجي والقيادي في الإخوان صفوة حجازي وصدرت أحكام بالسجن ثلاث سنوات على 59 شخصا آخرين يذكروا أن قضية سجن العرب وقعت في أغسطس عام 2013 بالتزامن مع قيام القوات الأمنية المصرية بفض اعتصام رابعة والنهضة شهيرة ومعنا من اسطنبول خلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنا بك سيد بيومي في البداية توقيت يقول الكثير حول إصدار هذه الأحكام لسيما هو أنها إعادة محاكمة وتأتي بعيدة ربما بضعة أيام من اعتقال محمود عزة القائم بأعمال المرشد ما حيثيات هذا القرار اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحيات الحضاكة لمشاهديك الكرام بالطبع الحكم تم الإسراء به بصورة غير طبيعية محكمة النقد قضت بنقد الحكم وعادة المحاكمة لعدم جديد التحريات والاعتماد محكمة أول درجة على تحارات الأمن الوطني فقط فرأت محكمة النقد في مايو 2017 أنها حكم معيب وأمرت بعادة المحاكمة فبدأت المحاكمة في 26-12-2019 في وقت بدأت الحياة توقف في مصر من ناحية القضايا تماما فاغلقت المحاكم وعلقت القضايا ما يقرب من أربعة أشهر ثم فجئنا بحكم في توقيت سريع جدا جدا ليعلن تأييد أحكام المحكمة السابقة بالكامل لا يوجد تغيير المؤبد صدر مؤبد والبراءة صدر براءة والعشر سنوات صدر عشر سنوات حكم بالدرجة الأولى لا مبرر لها على الإطلاق حكم مخالف لحكم محكمة النقد الذي صدر لمعتبر أن الحكم أول درجة لا يعتمد على دليل يؤيده أو يسانده في الأوراق وأن تحريات الأمن الوطن أو تحريات المباحث عموما أقوال لصاحبها يلزم أن يتوهر في الأوراق ويسانده في الأوراق أدلة مادية أخرى وهو ما لأت محكمة النقد أن هذا الحكم عيب لهذا السبب كنا نتخيل أن يوجد جديد في الحكم نعم ما أود أن أسألك عنه أنه توجد في الواقع عدد من أحكام الإعدام والمؤبد بحق هذه الشخصيات التي أعلن عنها أو أبرز الشخصيات على الأخل ما الذي تريد القاهرة أن تصل إليه بالمحاكمة وإعادة المحاكمة وإضافة مؤبد على مؤبد سابق وإعدام على إعدام سابق بالطبع كما قلت القضية السياسية بالدرجة الأولى والمحاكمة السياسية والغرض منه الرسالة أنه لن يخرج أحد من قيادات المقاومة للنظام في مصر سواء كان الدكتور محمد البلتاجي أو الدكتور محمد بديع أو الدكتور صفة حجازي أو عدد غير قليل هذه الأحكام ليست الأولى يعني كل يوم تبدأ تيرد إلينا أحكام تصدر من دوائر مختلفة دوائر اختيرت بعناية واختيرت خصيصا لتحاكم رموز ومناهد النظام في مصر لتصدر الأحكام سياسية بالدرجة الأولى الرسالة كما يعني واضحها للجميع أن النظام مستمر في ملاحقة معارضي النظام مستمر في سجن معارضي لن يوجد أي نية أن يحاكم هؤلاء أمام قضيهم الطبيعي لتصدر أحكام يعني تعبر عن واقع لن يوجد نية مطلقا لأن يكون هناك تمكين للدفاع من أن يبرز ويدافع عن المتهمين الغرض الأساسي هو حبس المعارضين هذه الرسالة في سياق عام لا نستطيع صحيح الملفت للنظر في كل هذه القضايا والأحكام المتسارعة والتي تتواتر في مصر بحق أعضاء الإخوان المسلمين اللا صوت دولي حقوقي أو حتى حكومي من الدول الأخرى ترفض هذه الأحكام أو تدينها لا على العكس يعني هناك منظمات دولية غير رسمية كثيرة جدا جدا رفضت أحكام الإعدام الرسمية يعني لن تجد لهم صوت لأن النظام استطاع أن يتواصل معهم ويشتري سكوتهم بالمال يعني حينما تدخل مليارات لفرنسا لشراء طائرات الرفالة التي لا حاجة لها لمصر في هذا الوقت حينما تدخل ما يقرب من 8 مليار لإيطاليا للسكوت عن قضية جيلي روجيني حينما تدخل مليارات لألمانيا هذا هو الطريق لإسكاة الدول الكبرى نفس المثال حينما جاء ترامب للسعودية وخرج محملا بالأموال ليسكت بعد ذلك عن كافة الانتهاكات في دولة السعودية النظم العربية عرفت تماما كيف تشتري سكوت أوروبا وكيف تشتري سكوت النظم الدول الأوروبية وسكوت الدول التي ولد في مهدية الإعلان العالمي حقوق الإنسان علم ذلك النظام قدم في سبيل ذلك المليارات وللأسف سكتت فرنسا وسكتت ألمانيا وسكتت أمريكا وسكتت بريطانيا لكن إن كنت تتحدث عن صوت لمنظمات غير رسمية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفاوضية السامية تتحدث بصورة واضحة لما يحدث في مصر جرام ضد الإنسانية اعتبرت التعذيب جريمة ضد الإنسانية واعتبرت الإخفاء القصري يمارس في مصر بصورة ممنهجة واعتبرت أن السجون في مصر مقار ومدافع للموت كل هذا موجود ولكن الدول أو النظم الرسمية تلتكب جريمة غير طبيعية جريمة سياسية جريمة أخلاقية جريمة لا مبرر لا على الإطلاق في حين تتشدق هذه الدول بقيم العالمية هي قضية معلقة ورهن بكثير من الحسابات السياسية والاقتصادية كما تقول أشكرك جزيلا شكر خلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب بحقوق الإنسان كنت معا